اشتركوا في القناة فرجعوا والعب أعداؤهم نازلنا في ذكر صاحب الزمان عليه السلام وكراماته ولقائه بأحبائه حادثة اليوم للسيد هاشم الرشدي هذا السيد كان من الذين يذهبون إلى الحج ويأخذون معهم في قوافل الطريق يضعون عنده الأمانات والأموال لأنه معروف بأنه الثقة الأمين والصادق ومعروف في أهل القرية هذا السيد الجليل ذهب إلى الحج كانت سابقا القوافل تسير إلى الحج كانت شدة وصعوبة وقوافل متعددة ورجال ونساء وأطفال وحمل وجمال وبغال كل ذلك كانت متعبة جدا ومرهقة فهو كان معه هذا الوفد وذهبون في الطريق وصلوا إلى منطقة يكثر فيها السلابة الذين يقطعون الطريق ويأخذون الأموال فهنا قال لهم المسؤول عليكم أن تعجلوا بأسرع ما يكون لهذه المنطقة منطقة جدا وعرة ومخيفة ولا يأمن فيها أحد عجلوا واستعجلوا إلى أن تخلف هذا السيد هاشم الرشدي عن القافلة ومعه أكثر من ستون أكثر من ستين ألف في وقته كان مبلغ يعني كبير جدا أمتعتوا كل ما هم في القافلة أموالهم عند السيد هاشم الرشدي هذا السيد الجليل ضاع عليه المورد ضاق عليه الطريق لا يعرف أين يذهب كيف يذهب إلى من يتوجه فهنا احتار في أمره وقال الليل متأخر جدا فعلي أن أستريح إلى صلاة الصبح يظهر الفجر وأحاول أن أعجل لألتحق بأصحابي الذين كنت معهم الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام فهنا السيد في مكاني والليل مظلم وكانت هناك وفرة من الثلوج مكان مخيف وإذا فجأة يرى فلاح يعمل في بستان ويحفر ويحرث الأرض في المكان الذي هو قريب منه السيد هاشم هذا يحرث الأرض بذلك المسحات هنا تعجب سيد هاشم لم يكن شيء قبل قليل فرأى أرض ورجل له هيبة ونور ويحرث الأرض بالمسحات فعندما رأاه ذلك الرجل في البستان قال إليه قال يا سيد هاشم عليك بنافلة الليل وصلاة الليل وذهب عنه أخذ اجتهد في صلاة الليل والنافلة والدعاء والبكاء بعدها أتى عليه قال له ألم تذهب وتلتحق بجماعتك قال لا أني هنا وحيد في هذا الليل البهي قال له عليك بالجامعة وهنا زيارة الجامعة الزيارة من أوثق الزيارات عن الإمام الهادي عليه السلام وفيها مضامين عالية جدا وفيها نور المحمد عليه وفضل الصلاة والسلام فهنا قال له عليك بالجامعة ومضى عنه يقول أنا حتى عندما كنت أزور الأمة عليهم السلام أو أزور أشهد رضا عليه السلام أو أزور السيدة المعصومة عليها السلام لم أحفظ زيارة الجامعة ولم أزور بزيارة الجامعة أصلا فمجرد قال لذلك وقعت في قلبي فحافظتها وقرأتها من أولها إلى آخرها قرأت زيارة الجامعة بعده عندما أكملت زيارة الجامعة هنيئة وأتى إلي قال لم ترحل بعد يقول أخذتني العبرة واتضمت كثيرا وبكيت وقلت ليس لي أحد هنا حتى أمضي ولا أدل الطريق ولا أسترشد إلى مكان أو أحد يدلني قال عليك بزيارة عاشورة أيضا يقول لم أحفظ زيارة عاشورة وأيضا لم أحفظ دعاء ع القمة دعاء ع القمة طويل لعله أطول من زيارة عاشورة فهنا يقول وقع في قلبي أنه قرأت زيارة عاشورة بتمامها ودعاء ع القمة بتمامه إلى أن عاد إلي وقال لي يا سيد هاشم قم لنرحل لأخذك إلى أصحابك يقول لم أفكر من هو فهنا مباشرة طاوعته قلبي مال إليه يقول أخذ قال هذا عندي حمار أصعد واركب حتى أوصلك يقول عندي أنا فرس حاولت أن أخذ الفرس أحركه لا يتحرك قال لي انتظر وأصبر أخذ يقول مسحات وضعه على عاتقه العيسر هنا وضعه على العاتق العيسر وأخذ بالجامع الفرس فانقاد إليه بيسر عجيب يقول أصعد إليه وقال أمشي أمضي معي والحيان أنا معه يقول بمجرد أن تكلم معي قال عليك بصلاة الليل عليك بالجامعة زيارة الجامعة عليك بعاشورة زيارة عاشورة يقول وهو يتكلم معي وإذا هنا ينظر وإذا هؤلاء أصحابي أمامي جميعا فهنا عندما رأيت أصحابي مجرد أن نظرت إلى أصحابي أردت أن أشكره نظرت إليه وإذا لم أجد له أثر فهنا أيضاً أيضاً قال له عليك بزيارة الجامعة زيارة الجامعة هي ارتباط وثيق بينك وبين أهل بي صلى الله وسلم تعرف مقامهم في زيارة الجامعة حتى أنه عندما تزورهم حاول إذا كان لك الوقت ولك وقت أن تزور الإمم عليه وسلم فزورهم بزيارة الجامعة هذا محبوب جداً في الروايات أنه حتى الإمام سلام الله عندما كانوا يرونه في بعض الزيارات يرونه يزور بزيارة الجامعة أيضاً زيارة عاشرة مع دعاء على القمة فيها توصية عظيمة أنه من يقرأ زيارة عاشرة يكملها بدعاء على القمة فهذه فائدة عظيمة لنا من صاحب الزمان عليه السلام صلاة الليل وزيارة عاشرة وزيارة الجامعة فإذا مضينا ستنقلب حالنا من سوء حال إلى حسن حال إن شاء الله تعالى